ده كلام جميل دكتور بس هل الجهاز منوط أو الوزارة منوطة بالرقابة على الأسعار هل مثلاً إن موجود مثلاً مناطي للجزاء مؤداء خلاص أنا أتحتها للقطاع الخاص الجهة المراقبة مين؟ يعني هل في عندكم آلية ده؟ أنا بنتمي إلى الاقتصاد الحر أو الاقتصاد الليبرالي أو الرأس مالية ولكن الرأس مالية الرحيمة استحالة في كل منفذ هتجيبي مفتش تموين وتجيبي مباحث تموين النقطة إيه؟ العرض والطلب كل ما الإتاحة بتزيد كل ما تبعاً بالمنطق يعني مش كده؟ ويتناسب مع الطلب بالتالي الأسعار تصحيح لما بيكون في إتاحة بيبقى في منافسة صحيح فدعي أرجوكي أسواق تعمل بأليات السوق تمام؟ العرض والطلب حضرتك ما تروحي السوق ده وعندك سوق تاني وعندك سوق تالت لقيت البضاعة هنا مش عاجبكي هتروحي للسوق التالي طبعاً مش عاجبكي هتروحي للسوق التالي مش عاجبك السلعة دي هتروحي للبديل بتاعها وكل ما يكون العرض موجود ومتاح أكثر كل ما بتزودي القتاحة وبتزودي العرض مش كده؟ صحيح وبيكون عندك أكثر من صنف وبديله فبالتالي بتستقر الأسعار فأنت مش محتاجة بقى رقاب يكون في رقاب خالص إنما إمتى بقى ساعات الدولة لديها أدواتها تتدخل للتدخل في السوق عندما يخرج السوق عن انضباطه يعني مثالي في البطاطس لما حصل أنا بقرب بالبوضوع للناس يعني أنا بتكلم على السلع الغذائية وهي الأقرب للناس ممكن أتكلم في سلع أخرى يعني ممكن أتكلم في إلكترونيكس في وايد جودز ممكن أتكلم في تيكستايلز في كلودي بس أنا بتكلم عشان نعرّب بالصورة الدولة عملت إيه؟ تزودت حجم إتاحة البطاطس في السوق إيه اللي حصل؟ العصار المزر العصار انخفضت تمام؟ طلعت الطماطم الطماطم زادت طيب الدولة ممكن تتدخل وتزود حجم المعروض من الطماطم عايزينا بقى تتدخل يا دكتور جنيه من الطماطم عايزينا تتدخل بقى الحكومة دائما بتتدخل بصالح الناس